دي ساعة بقد كان فكر كان فكر شني هاندير وش نجو الراهيدة كسيبال بالراهيدة ولا شني هاندير وحلتي بجدتها في الدار معرفة شبير ديها صار في جدتها في الدار ومعين شي بلي أحد ومعين يوقف معي أحد شني هان أعمل دي ساعة قلت صافي هاران قطعها هملا بلاستيكا ومشي السيدة موسيقى القضية اللي غادي نشارك معاكم اليوم غادي تصافر بين الشمال المغرب وغادي نحط الرحال بالضبط في واحد الدوار نواحي مدينة شفشاون وغادي المداليكم بالهضراء من عند واحد البنت للاسم ديالها ماليكا ماليكا تزادت في واحد العائلة فقيرة الناس علاقت الحال كبروا ولداتهم وربوهم بطريقة تقليدية الولاد كيقروا شوية في الجامعة ومن بعد كيخرجوا يخدموا والبنات ما كيقراء وماتاشي حاجة وكيبقوا في الدار ديال والديهم حتى كيتزوجوا ماليكا من اللي وصلت للسن 15 عام قروا الوالدين ديالها انهم يزوجوها مع انها كانت باقة صغيرة بزافة على الزواج وعلى المسئولية ولكن في نظرهم هما صافي هذا هو العبار وهذا هو القد البنت كبرات وخاصها تزوج ودير دارها وهذا ما سيكون واحد النهار سيأتي لدارهم واحد السيد وهو عائلته طالبين رغبين في يد بنتهم ماليكا وطبعا الوالدين ديالها سيفرحوا بزاف ويوافقوا واحد من ماليكا كان العقل ديالها متشبع بهذه الفكرة واحدة هي كانت تصنب فارغ الصبر فقاش تزوج وتروح لدار رجلها في حالها في حال بناس الدوار وهذا ما سيكون من وراء الخطيبة بمدة قصيرة سيأخذوا عرص بسيط وسيأخذ ماليكا لكي تبدأ حياة جديدة مع الزوج ديالها اللي الحمد لله سيطلع ولد الناس وسيتعامل معها أحسن معاملة كانت يدر لها خاطرها ومفششها واللي بغتها وليحبتها خاطرها سيحضرها لها وطبعا هي ما كانت تطلب شي حاجات اللي يكبار بزاف ولا غالية كانت غدا معاها لحسة بجيبه وحتى هي كتعملوا معاملة طيبة وهو كذلك ومثال من بعد عام ديال الزواج ربي غادي رزقهم بوحد البنوتة غادي فرحوا بزاف والحد الآن كانوا عايشين أحسن عيشة متفاهمين مع بعضياتهم وكيحاولوا يربيوا بنتهم كيف ما ربوهم والديهم طربية حسنة كانت الأمور كلها غادم زيانة حتى غادي جي النهار اللي فيه غادي تبدأ حياتهم كتقلب شوية بشوية الرجل ديال ماليكة غادي دوز مدة طويلة وهو مريض وصحته بدات كتقلال مع الوقت حتى غادي تفيق ماليكة في واحد الصباح وغادي تلقاه جسد بلا روح سيد مشاه عند الله وتوفى الله رحمه ويوسع عليه وهاتش هادة غادي شكل صدمة كبيرة بالنسبة لها هو كان السند هو كان الضهر والزوج وكل شيء والموت دياله غادي قلبه الموازين ديال حياتها وبالخصوص أنها ما كتعرفت دير والو من غير شقة ديال الضار ما عندها حرفة ما قرات ما عمرها ما خدمات وزيد لها تشهادة كامل معها بنتها اللي باقي صغيرة وخاصها توفر لها الاحتياجات ديالها وتقوم على التربية ديالها وهنا ماليكة من بعد ما غادي تكمل العدة غادي تقرر أنها تصافر لمدينة الطنجة باش تقلب على خدمة لأنه كيف ما عارفين شوف شاون مدينة صغيرة وما غاديش تلقى فيها بزاف ديال العروض من بعد ما وصلت ماليكة الطنجة مشت ديريكت عند واحدة من خواتاتها اللي كانت مزوجة وعندها وليدات دوزت معها عشية كاملة وعودت لها كل شيء وباللي هي جات الطنجة بسلام باش تقلب على شي خدمة تعاون بها على الزمان وطلبت منها تشد لها بنتها فالوقت اللي تكون فيه هي خدامة وطبعا اختها وافقات ورحبات بالفكرة وما جات لش هتودن حتى كان دخل رجل اختها مع الباب اللي من اللي شافها وعرف باللي السيدة عوالة تقلس معهم في الدار كحال بالعمى غيط على مراته وبدأ كيدابز معها على اساس انه مباغيش مالي كتبقى معهم في الدار سيدة مسكينة عيات كتدوي معه بالتي هي احسن وكتهدن الوضع محلتها لرجلة محلتها لختاها ماليكة طبعا سمعاته وكهو غوت ولكن اشعن الميت ميدر قدام غساله بقات صبرة وحطات حجرة على قلبه ولكن السيد عمزت فيه ومع الجواية ديال الوحدة الليل نضليهم صداع والسيد بده يغوت وكيعاير فيهم دخلوا لداته الوحد البيت وسد عليهم وجرع عليهم كاملين جرع لمراته وعلى ماليكة وبنته اللي من بعد مخرجوا الزنقة ملقاوا لحنين ولا رحيم بقوم الدو هما كيدوروا في هدك الشارع شوية ماليكة طلبت من اختاها ترجع عند ولداتها باش ما تسببش لها في المشاكيل وهي ربي عوينها اختاها في اللول ما بغتش تسمح فيها ولكن الله غالب حضها هضرت لها مع واحدة سيدة كتكري البيوت للبنات اللي كيخدموا في المعامل ورجعت في حالها لدارها عند ولداتها ماليكة هدك الليلة دوزتها بالكشايف وعرفات باللي الصعيب عليها بزاف باش تربي بنتها وتكلف بجميع المصاريف والاحتياجات ديالهم بجوج هي مسانسة الفشوش ومسانسة كل شي كيوصلها بلا تعب بلا والو ودبا من بعد ما خرجت للواقع المر تصطمت بزاف ولكن غير صباح الصباح جمعة ثلاثها وعرفات باللي القلاس والتخمام في المصير المجهول ما غادي جيب ليها حتى شي نتيجة دكش علاش خرجت تقلب على شي خديمة اللي تكون بالحلال مالكة ما خلت فين خدمات خدمات في القهاوي خدمات في الديور في المحلابات وخما كانت شي كتشبر شي خلصة اللي كافية ولكن في حالي كان قولوا اللهم ملعمش وللعمية بقت مالكة كتخدم من هنا اللي هنا كل مرة وفين حتى الواحد النهار كتلقى واحد الخديمة اللي مزيانة واللي هي فام ضميناش في واحد المدراسة والحصن الحد أن المديرة دي لها ديك المدراسة من بعد ما غادي تسمع القصة ديالا غادي تحن فيها وغادي تعطيها واحد البيت تكون فيه هي وبنتها داك البيت كان في نفس المؤسسة وكان ما مصلح شي نيهائيا بقي بالياجور ولكن بالنسبة المالكة كان كيباليها في حال شي قصر واخيرا ما غادي وقف عليها حد في الأخار ديال الشهر على قبل الفلوس ديال الكرة وفي الخدمة ديالا غادي تكون قريبة لبنتها وغادي تقدر توفر شوية ديال الفلوس من الصالير المهم مالكة دوزت مدة طويلة وهي خدمة في هديك المدراسة الناس ديال الحي ديال هوم كانوا عارفينها ما عندها حد وهي كانت كتتعامل معهم معاملة طيبة دكشة ليش كانوا كيتعاونوا معها بزاف وهكا كتقدر مالكة في مدة مطويلة لتجمع كمية ديال الفلوس اللي بها غادي تشري واحد البقعة أرضية صغيرة في طانجة وغادي تكمل في الخدمة ديالا وبشوية بشوية غادي تقدر انها تبنيها بني اللي كان علاقة ديال الحال وغير طبقة وحدة اللي كانت صغيرة بزاف دازت الأيام وكبرت البنيتها ودخلتها لمدراسة وهنا مالكة ولا عندها الوقت كتر ويحتمل الأخت ديالها ورجلها تصلحت معهم وبقعت كتمشي عندهم بعض المرات تصل معهم الراحم واحتقتها في الأعياد والمناسبات كانت كتجمع ولداتها وكتجي تقلس معها في العشية المهم الحياة ديال المالكة تستقرات ولت مزيانة واحتمل الخدمة ديالها بدلتها بمحسن ولقعت خدمة في وحدة الشركة ديال الخياطة وكان صالير ديالها مزيان أحسن صالير غادي تشده مالكة من النهار اللي حطت رجليها في طانجة المهم في خلال هاد المدة اللي دوزتها مالكة في هاد المدينة تعرفت على بزاف ديال الناس وحتى هي ولو عندها صحابتها وجيرانها وحبابها ومن بين هاد الصحابات هادو كانت واحد السيدة لإسم ديالها فاطمة واللي كانت ساكنة في نفس الحي ديالهم تعرفوا على بعضياتهم ومع الوقت بدت هي كتدخل دارها الأخرى كتجي عندها يدوزوا العشية مرة خارجين هنا مع بعضياتهم المهم ولو كتر من الصحابات حتى كيجي النهار اللي فيه فاطمة كتبدأ تشكى المالكة وكتعاود لها المأساة والفقر اللي عايشة فيه وكتطلب منها تدويليها مع الشاف دياله واتدبر لها في شي خدمة كيف ما كانت المهم أنها تخدم على راسها مالكة غادي تبقى فيها صاحبتها وغادي تقرر أنها بالصح تدوي مع الشاف دياله عليها وتعاونها في سبيل الله حيث تحتهي مرات من ظروف قاسية اللي خلوها مع الوقت تحنف الناس اللي في حاله ودك الشي اللي كان مالكة كتدوي مع الشاف ديالها وكتبدأ تشكر فاطمة وكتقدر عليها غير بالخير وكتقول لي رصيدة معقولة ما عنداش مع المشاكيل وبقت كل مرة كتجبد مع هالهضر عليها احتجى النهار اللي وافق باش يخدمها وطلب منها باش تجيبها معها ودك الشي اللي غادي يكون مالكة غادي تجيب معها فاطمة وغادي بدأوا الخدمة مع بعضياتهم في شركة وحدة والأمور ديالهم كانت تقدم زيانة احتدها زيتشي شهرين تقريبا وبالضبط من اللي فاطمة بدت كتشد بلاستها في الخدمة وهنا تبدلات المعاملة دياله مع ماليكة بطريقة اللي ملحوضة اول حاجة بعدات عليها وما بقاتش تجلس معها وتخرج معها كيفما كانوا في الول مالكها التغير هذا خلاها تحس بالشمتة ومع بالا بدتك تقول شوف لك البنت اللي رغبت وزوجت عليها باش يخدموها كيف ولات غير غادة ومعفرة عليها شوية بدك ينضلهم الصداع مع بعضياتهم الاسباب تافية حقا شوفت فيها علش هدرتي فيها مع فلانا وبدت كتجبت صداع الماليكة مع البنات اللي خدامين معاهم فاطمة ما غاديش توقف لهذا الحدوصة فيه وانما غاديش تبت تحرد الباترون الى ماليكة ها ماليكة هدرت فيك ها هي دارت ها هي فعلات ليوم جت مع الطلاع وزيد وزيد وهدشي ولك يجبت صداع والمشاكل الماليكة اللي اصلا هي من النوع اللي ما ازيش عليها المساكيل وعاش تحيتها كاملة وهي غادة جنب الحيط وهدشي بالشاهدة ديال الناس اللي خدمات معهم وكيعرفوها احق المعرفة مع الوقت فاطمة بدتك تحاول تاخد البلاسة ديال ماليكة ماليكة اللي من بعد ما لحظت هدشي طبعا ما اعجبها شي الحال نهائيا وندمات على النهار اللي فكرت فيه تعاون معها واتدبر لها على خدمة دخلناهم من الباب خرجونا مسترجم ماليكة هنا غادي تبدأ تعملها بالمثل فاطمة كتحفر من جيه وهي من جيه وحلفات حتى تخرجها من الخدمة كيف ما دخلتها اول مرة وماشي غير هادشي وصافي ولكن مع الوقت غادي تحقد عليها ديال بالصح الدرجات غادي تبدأ تفكر في الانتقام كل مرة وشنو الفكرة اللي كتطح لها على البال حتى غادي جيه النهار اللي غادي تقرر فيه ماليكة انها تستدرجها لدارها ودك ساعة تواجه معاها ويشوفو كيفاش غادي يحلوها ديال المشكلة هاد ومع بالها قالت حتى اذا وقعت لاشي حاجة غادي نقول هي اللي تهجمت عليها لداري ماليكة غادي يكون عندها في الدار دياله واحد الفران ديال واحد تجارة دياله اللي ما كانش عنده اتساع في داره وكانت خلاته في سطح ديال دار ماليكة على ما تبيعه فاطمة من اللي ساقت الاخبار قررت انها تشري هاد الفران هذا ولكن قبل خاصها ضروري تشوفو كيفاش عامل ودك شعلاش في واحد النهار توجهات الدار ماليكة اللي من بعد ما دخلتها وطلعوا البيت اللي في سطح باش توريها الفران غادي تواجه معاها هي اصلا كانت وصلة فيها العدب ومعصبه الاقصى الحدود والغضب عامي لها عينيها غير غادي تشد الباب عليهم بجوج وطبعا حسب الاقوال ديال ماليكة غادي تقول له واش ماشيحشو معلكة فاطمة دخلتك الضاري وكلتك طعامي ودبرتلك في خدمة عمرك ما كنتك تحلم بيها وهد شي كامل مقرشي فيك هنا فاطمة كتبدت ترد معها وهدرا مني هدرا منك حتى غادي تهز ماليكة واحد العمود وغادي تضرب فاطمة ضربة واحدة للراس وهد الاخرة في البلاسة غادي تطح في الارض جوتة هامدة ماليكة هنا تخلعت بزاف وتفافات وما عرفت باش تبلات ولا اش غادي تدير في هد المصيبة اللي وحلت فيها راسها وزيد على هد شي بنت مبقى لها والو تخرج من المدراسة فكرت في اللول انها تديرها في شي خنشة كبيرة وتخرجها هكاك من الدار ولكن والو غادي تبان معي قاوي ويقدر يعقبها شي واحد هنا غادي تطح عليها فكرة انها تقطعها وتديرها في خنشة وتخرجها ترميها بعيد وبها الطريقة حتى شي واحد ما غادي لاحظ شي حاجة وذك شي اللي كان ماليكة شدات الموصلة عندها في الدار وبدت كتقطع في الضحية وكتعمر في الميكات ومن بعد ما كملت سيقات الدار مزيان وهزت الميكات سيباتهم تحت واحد القنطرة في طنجة ورجعت لدارها ووصلت قد قد مع بنتها اللي جات من المدرسة وهنا من بعد ما دخلت ماليكة بدات كتتفكر في الانتعار جوها بزاف ديال الافكار وندمت على دك شي كامل اللي دارته وهديك الليلة كاملة منعست نهائيا ما بغاش يجيها ودوزات الليلة كاملة وهي قالصة وكتخمم حتى صبح الصباح وتوجهت ماليكة للخدمة دياله كيف العادة ومعك تدخل وكتبدأ الخدمة كتلاحظ باللي المعمل كامل كيهضار في موضوع واحد وطنجة كاملة مقلوبة حي تلقاه واحد سيدة مقطعة في ميكات وكالي كيقول باللي هاد سيدة هادي كانت تخدامها في نفس الشركة ديالهم مددش بزاف ديال الوقت حتى كيشوفوا البوليس داخلين المعمل في اللويل كيتوجهوا ديرك تهند الباترون وكيبدأوا يسولوه شكو اللي كان قريب بزاف من فاطيمة الباترون هناك يقول البوليس باللي كانين ثلاثة ديالنسا اللي كانوا قرب وعندهم علاقة وطيضة بفاطيمة ومن بين هالثلاثة ديال الناس كانت ماليكة لأصلا هي اللي جابتها تخدم النهار اللويل البوليس هناك يخدوهم بثلاثة المقر الشرطة بش يعرفوا منهم تفاصيل ديالاخر ربعة وعشرين ساعة فين كانوا شنو داروا واشتلقوا مع الضحية ماليكة معوصلوا المقر الشرطة طلبت من البوليس باش يخلوها تمشي لدارها تحل الباب للبنتها اللي غادي تكون خرجتها من المدرسة وما عندش كل يحليها الباب ووعداتهم انها من اللي التالي غادي ترجع لعندهم البوليس غادي يوافقوا وغادي يخلوها تمشي ماليكة في هاد الاثناء كانت حسات باللي النهاية ديالا قربات دكشة لاش قررت انها تأخذ بنتها معاها وتعطيها الاخت ديالا وطلبت منها تخليها امانة عندها وتحسبها واحدة من ولداتها الاخت ما كتفهم والو كتسولها شنو واقع وهنا ماليكة غادي تعود لها دكشة كامل لطرة وغادي تعترف لها بالجريمة كاملة الاخت غادي تبقى غير مصدومة وكتبكي وماليكة كذلك وفي الاخير من اللي غادي تسالي غادي تنط باش تمشي في حالها غادي تعنقوا مع بعديتهم وهنا ماليكات وجهت ديريكت لدارها طلعت الاسطح علقات واحد القنبة وكانت عوالت قتل راسا هنا شي حد من الجيران يشوفها من اسطح دياله وفي البلاسة كيعيط البوليس اللي في الحين كي يحضروا لانهم في الوقت اللي كانت فيه ماليكة مع اختها هم كانوا خدامين في الابحات ديالهم وتوصلوا لبصامات ديالها اللي كانوا على الضحية واللي زاد اكد لهم هاد شي هي فاشلقوها بالصح معلق القنبة بالصح وعوالت انهي حياته تم الاعتقال ديال ماليكة واخدوها المقار الشرطة وبدو التحقيق معاها ماليكة ما عدبت همشي نهائيا في البلاسة عودت لهم الحقيقة كاملة بتفاصيل تفاصيل لانها كانت في حالة يرتالها نفسية متضمر الابعد لحدود ما قدرتش تتقبل ولا تحمل هذك الجريمة اللي درتها بيديها حتى من الدلائل ما خفتهمش لقوا المواس في دارها لقوا كل شي سيدة ما قرياش وارتكبت هذ الفعل الاجرامي هذا في لحظة غضب يعني ما عنداش واحد الخلفية اجرامية وكيف ما كتعرفوا كاملين اي شخص من بعد ما كيقتل كيبدا يفكر كيفاش يتخلص من الجده والاغلبية كيقروا انهم يقطعوها كيف ما درت ماليكة وهذا هو السبب لما غاديش يخلي القاضي يخفف الحكم عليها وصراحة عنده الحق وقع الغلط وقتلت السيدة عايت للبوليس وعلمهم لا حول ولا قوة الا بالله ارى الله سبحانه وتعالى ما جاشي وقال والقاظمين الغيض والعافين عن الناس صدق الله العظيم ارى قمة القوة هو ان الانسان يتحكم في نفسه ويقدر يتحكم في اعصابه القوة مش هي انك تشد شي حد وتصلخو عصا وتضربو ولا تضربو بشي موس ولا شي حاجة من هذا القابل هذا القوة هو انك تكون حكيم وتعرف تحل المشاكل ديالك بالعقل وبالتي هي احسن باش ما توصلش لما لا يحمد عقباه ملكة دابا اندمات بزاف وقالت علاش مكنش انا اللي نخرج قاع من هديك الشريكة وانتهنا وكوراني دابا باقي مجموعة مع ابنتي وكوراني لقيت خدمة في بلاس اخرى وكوراني وكوراني ولكن هاد الهضرة هديك كاملة ما عنده باش في دابا لان الجريمة صافت ترتكبات وصافت بات حكمات بالاعدام مع وقف التنفيذ والحد الان باقي كالدوز العقوبة الحبسية ديالا في سجن طانجة ولكن بالنسبة لنا احنا باقي عنا فرصة فخصنا ضروري ناخد هاد القضية كعبرة لنا ونحاولو نتحكمو في نفسنا وفي الاعصاب ديالنا وكيف ما كنقولو بعد من شرو وغنيلو الاحداث اللي عندي في هاد القضية سالعوه دعو مع الضحية بالرحمة والمغفرة والله يجعل مثواها الجنة ان شاء الله وما بقى لغير نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعوه واذا فنكعجبكم في حال هاد المحتوى اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس واذا كنتك تشوفوني من الفيسبوك عملوا متابعة بش يوصلكم اي جديد حطيناه باذن الله وشكرا